اشتركوا في القناة توقف قدامنا الآن ختم كل قصص النجاح على الآن بينما الحقيقة عكس تلك حنا هنا نكتمل فيكم وانتوا قد تكتملون فينا لانكم بالأساس انتم من الأساس فأنا بأسمع تحية لكم أولا براوني وير ممرضة استرالية كتبت كتاب عميق جدا اسمها أكثر خمسة أشياء يندم عليها من يوموتون كانت تشرف على مرضى معهم أسابيع قليلة قبل الموت كانت تسألهم بصيغة هايا خال في شيء في الحياة ما سويتها وندمت أنك ما سويتها هايا خالة كيف الحياة وياك كانت فطلعت بعدة إجابات أذكر أثنين منها الإجابة الأولى كانت ليتني عشت حياتي كما أريد أنا لا كما يريد الناس أما الإجابة الثانية كانت ليتني كنت عاقل أو أحمق كفاية لأمارس حمقاتي لأكتشف لأجرب لأغامر ليصنع من نفسي إنسان مبسوط والحقيقة أن الناس بالفعل نسوا أنهم يصنعون من أنفسهم مبسوطين في عام 2014 كتبت تغريدة في تويتر بمثابة الأمنية قلت أتمنى أني أروح أشوف الشفق القطبي تعرفون الأنوار الخضراء هذه اللي بسمها قلت أتمنى أني أروح الشفق القطبي وشوف يعني أو القطب الشمالي وشوف الشفق ظاهرة الشفق القطبي من هناك لكنها ستل أمنية سوات أنت الآن جالس هنا قدامي وقد تتمنى أنك محمد الملحم يخلص بربرة الآن أو أنك تتمنى بورقر مع ملك شيكي زفلة كرشتك مصبوط الليلة لا تدكس ولا قال هلا نرجع لحياتنا نرجع لفراغنا أنت ترجع لبرودكاستات الواتساب ما الذي يصير ما الذي ترنت في تويتر أنت ترجعين تشوفين الفاشنستة ما الذي ترنت في الماسكارا ما الذي ترنت في الآيلينر نرجع لحياتنا الطبيعية أمنية عرفت أن الأمنية بالفعل هي حيلة العاجز في 2015 سافرت إلى القطب الشمالي في تخطي ثلاثة أيام دخلت على الوالدة يومها بسافر القطب الشمالي ظاهرت ضنها الدمام ترى الجو بارد هناك جداً والأمور طيبة فقالت لي ألف لك كياس زنجبيل وحب سوداء عشان البرد فقالت لا يبنع فأعظم شيء حقاً حقيقةً أنني لفيت لي أكياس زنجبيل وحب سوداء وطلعت القطب الشمالي بالفعل وصلت هناك ومستأجر مصور لأنك مخب التصوير قال لله الحمد والمنى ولا زلت فأول ما وصلت أقعلي المصور قال لي محمد تنظر لك وقال لي بس 30 دقيقة قال لي لا أقدر أنا توني واصل خمس طيارات يا آدمي أروح الكوخ أبدل رحت الكوخ لبس لي خمس قطع والله ما نداري وش الطبخة رحت ومرني طلعنا إلى النقطة المطلوبة وكانت معنا زوجته وزوجته مهمتها فقط إنها تطبخ لي لأنها تطبخ لي ماء حارة كافي متى ما طفحت وصلنا وأنا بالطريق وياهم إلى النقطة المطلوبة تذكرت كلام الشباب بالفعل المصورين قالوا أنت خبل بالفعل المصورين المحترفين يجلسون هناك بشهور الطوال ما يلقون الظاهرة هذه أنت تروح الفطفوت يوم الليلة تبيت صيد الظاهرة وصلنا إلى النقطة المطلوبة درجة الحرارة كانت من 20 إلى 25 أنا خشمي طويل أنا بالفعل أحمل خشم طويل فكان المصور يقول لي محمد لازم تحرق خشمك كله على أساس لا ينكسر لأن هناك تصيب الإنسان لسعة برد أو يتقشر اللحم بدون ماء تدريب عموما وصلت إلى النقطة المطلوبة سبع ساعات ما شفنا اللضعوي والله العظيم ما شفنا بعد هذه السبع ساعات وأنا في قمة انهزامي وقمة ضعفي طلعت أعظم ظاهرة شافتها عيوني على الإطلاق منظر ساحر منظر مهيب صعب جدا أوصف لكم جمالة كنت أول سعودي كنت أول سعودي يصل إلى جزيرة هوني سيزين في القطب الشمالي ويرصد منها ظاهرة تسفق القطب هناك عام 2012 عاد هذا عام غير صراح كان عام استثنائي تذكرون قفزة فليكس؟ طيب النمساوي الخبر قفز من الفضاء من 21 كيلو كنت من أكثر الناس احتراماً في هذا أكثر الناس تفاعلاً في تويتر وقت القفزة والله العظيم والله العظيم يوم قفز أنا كأني هويت معه رجل صنع التاريخ في قفزة السنوات الطوال عملت بذلت خطوة يتيمة عملت بالسبب على أساس أوصل لهذا الحلم قررت لي تجربة العدام الجاذبية في مدينة أو في شيكاغو الأمريكية كانت الصحافة على تواصل معي قناة العربية ومبيسي وغيرها ومنها الكلام رحت هناك بسبب الأحوال الجوية أجلت الرحلة انتقلت إلى فلوريدا وصارت الرحلة هناك انتقلت إلى فلوريدا أجلت برضو الرحلة انتقلت إلى سياتل قررت في سياتل بسبب الأحوال الجوية برضو أجلت الرحلة وأخيراً في لوس أنجلس ألغيت الرحلة تماماً بسبب الأحوال الجوية أحبط جداً جداً ما أقول للناس ماذا يقول لدي بسناب والصحافة والإعلام محمد ما حدث؟ والله يا أخي وجهك ناحي سدي بالحلال فقلي بس لا تصل علي لكن بعد شهر قررت لي برضو تجربة الإعدام الجاذبية في مدينة بغدو جنوب فرنسا رحت هناك والله يا الربع ما نمت فقط أنتظر الإيميل فقط أنتظر هذا الصوت اللعين الذي يقول لي وصلك الإيميل ترى أنت أجلت جاءت ساعة خمسة وأنا ما نمت رحت إلى المركز هناك استقبلني رائد الفضاء الفرنسي جينو فرنسوا هو يكون معنا على متن الرحلة أجرينا تجربة الحمد لله نجحت في 13 اختبار من أصل 15 اختبار كان رائد الفضاء برفقتنا جينو فرنسوا عملتها بنجاح الحمد لله تمت الأمور رجعت السعودية في عام 2016 من شهر فبراير جاني القبول لأكون العربي الوحيد والثالث حول العالم لمقعد مساعد طيار في أول رحلات الفضاء التي ستنطلق عن طريق مركبة لينكس مارك ون هذه هي المركبة هذا هي المركبة ختاماً ختاماً خداماً 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 ونخرج من منصة تيديكس أنا بوهق المنظمين أنا دائماً أجيب العيد في النهاية كم عمارنا يا الرابع؟ ستين؟ سبعين؟ ثمانين؟ مرضنا نصير في سرير أبيض حالنا حال المرضى التي أشرفت عليهم وجاوبتهم براوني ويري الممرضة الإسترالية يوم من الأيام يكون واحد عندنا يتقطق علينا وماسك المغذي ويسألنا كيف حالك يا عم؟ وانت يقول لها لا تسمع يقول لك كيف حالك يا عم؟ يمكن أن يكون مفلح وير مثلاً مزنى وير المهم أنه ممرض يسأل كيف حالك يا عم؟ ندمت على أمور ما سويتها في الحياة؟ أنا ماني هنا كتاب تطوير ذاتي يقول لك افعل ولا تفعل لكن إذا جاءك هذا السؤال ما ستجاوبه؟ فعلياً، ما ستقول؟ ما ستقول هذا الوقت؟ هل تقول بالفعل؟ ندمت على تجارب ما سويتها يأتي الوقت اللي بتحط الفرص كلها قدام عيونك فرص ضاعت منك ويقالت قدامك يأتي الوقت اللي بتتمنى أنك ما أخذت أراء الغير عنك على محمل الجد يأتي الوقت اللي بتطالع فيه شريط حياتك يمر قدام عيونك تيك باي تيك كليب باي كليب تشوف هذا الشريط تأكد وقتها أنه يستحق المشاهدة لأنك ببساطة بعد أعوام من الآن تتمنى أنك بديت اليوم شكرا عارف أني ناشب لا أعرف كيف هناك شخص الآن يرى وكان من المفترض أنه يأتي لكنه في لندن الآن أريد أسمع أقوى تحية له رجل من صناعة التاريق في السعودية ما بعد أقوله أنتم تسلكون كذا عاد يعني أصبر عاد أحد صناعة التاريق في السعودية الضابط المتقاعد من سلاح الجو الملكي السعودي كان الاحتياطي المرافق لرحلة الأمير سلطان بن سلمان رائد الفضاء السعودي عبد المحسن البسام شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا